ليس الوقت مناسباً لتحسين العلاقات مع نظام الأسد هكذا تصدر الأوامر من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأنظمة العربية عبر المتحدث باسم خارجيتها نيد برايس يأتي ذلك التصريح عقب خطوات تقاربية متسارعة خطتها بعض الدول مستغلة حادثة الزلزال الأخير كغطاء إنساني نبيل لتنفيذ مشروع سياسي دنيئ ذلك أن اتصالات عربية بالجملة تلقاها الأسد القابع منذ سنوات في العزلة تعزيه بمن قضوا بفعل الزلزال ثم زيارة لوزير الخارجية الأردني قبل أن يطير المجرم نفسه إلى عمان ثم تلي ذلك زيارة وفد ممن يسمون بالبرلمانيين العرب وتعقبها زيارة لوزير الخارجية المصري إلى دمشق ولقائه بشار هكذا تحاول الأنظمة العربية إن عاش هذا النظام الذي أكلت عليه الثورة وشربت ويكأنهم يقولون له أرجوك لا تمت فنحن إنما نتنفس عبر بعضنا تماما كما الشعوب التي تتنفس الحرية من بعضها فما إن تنزلق بنظامك إلى مزبلة التاريخ حتى تبعناك كحبات العقد الولايات المتحدة لا ترى ما ترون يصيح المتحدث باسم خارجيتها ويستعد مجلس الشيوخ الأمريكي للمصادقة على مشروع قرار يدين نظام الأسد وينص على الاستجابة الإنسانية في سوريا وتركيا محددا الفروق الواضحة بين دعم السوريين ودعم الأسد ومتوعدا بمحاسبة من يحاولون التطبيع معه فهل تستطيع الأنظمة العربية مد يد العون إلى الأسد وإنقاذه من الانهيار ضاربا بذلك عرض الحائط تضحيات الشعب السوري على مدى 12 عاما وجرائم الأسد بحقهم وحق الإنسانية أم أن القطار قد فاتهم